أثارت احتجاجات محافظة الكرك ضد رفع الأسعار مشدات بين أعضاء في مجلس النواب في جلستهم اليوم الأحد بعد كلمة للنائب عن المحافظة صداح الحباشني وقال الحباشني خلال الجلسة التشريعية أن هناك غياباً رسمياً عن الكرك وعدم اهتمام بمطالب المواطنين معرباً عن استغرابه من ما وصفهم بالمحرضين على أبناء الكرك وأثارت مداخلة الحباشني حافظة نائبين يحيى سعود وإنصاف الخوالد الذين دخلوا في مشادة معه وطلب سعود والخوالد من الحباشني بعدم المزاودة على المجلس وفي ذات الشأن كشف مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتم قيام عدد من الأشخاص بتحريض الأحداث من الأطفال والشباب على استخدام البولوتوف ضد الأمن وقوات الدرك خلال الاحتجاجات الأخيرة في محافظة الكرك وأكد الحواتم خلال لقائه عدد من ممثلي وسائل الإعلام أنه سيتم إحالة جميع مستخدمي العنف وأعمال الشغب وحرق النيران للمحاكم القضائية المختصة مضيفاً أن بعض الأشخاص خرجوا عن خط الاحتجاجات السلمية التي شهدتها المملكة بعد رفع الأسعار وابتعدوا عن التعبير السلمي ومسوا بمؤسسات الدولة من خلال حرق بعض المؤسسات الحكومية ترجمة نانسي قنقر